جسر الملك فهد وأوضحت المؤسسة أن الجهود المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة تكللت بخفض معدل الحوادث الجسيمة في عام 2023 بنسبة 52% كما انخفض المعدل بنسبة 77% في النصف الأول من عام 2024 بالرغم من ارتفاع معدلات الحركة بنسبة 14% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ترجمة نانسي قنقر